يقول فضيلة الشيخ خفقكم الله دخلت مع الإمام وهو راكع فكبرت تكبيرة الإحرام ثم كبرت للركوع فرفع الإمام قبل أن أكمل الركوع ثم ركعته بعد رفعه هل هذه الركعة تعد صحيحة؟ إذا وصلت يداك إلى ركبتيك راكعا فقد أدركت الركوع فتأتي بالتشبيح بعد الإمام وتلحق به تطمئن إذا وصلت يداك إلى ركبتيك أدركت الركوع فتطمئن بعد الإمام وتقول سبحان ربي العظيم ثم تلحق بالإمام أما إذا رفع الإمام راسه قبل أن تصل يداك إلى ركبتيك فإنه فاتك الركوع نعم